لم اتي بصفقة مع برهم صالح ولست خيارا امريكيا هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي وذلك ردا على الاتهامات التي وجهت اليها و الى الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الية تكليفه بشكيل الحكومة دون توافق شيعي شيعي الزرفي وخلال لقائه مع مجموعة من الاعلاميين في مقر اقامتها اكد ان طريقة تكليفه جاءت طبيعية بعد ان استنفذ رئيس الجمهورية كل الطرق التي يمكن اتباعها سواء ان التزامه المهلة الدستورية او طلبه من الكتل السياسية المعنية حسم الامر قبل يومين من نهاية المهلة فضلا عن توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية رئيس الوزراء المكلف اوضح بانه بدى مشاوراته لتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها سنة واحدة فقط مشيرا الى انه لن يمضي بتشكيلها الا بتوافق جميع الاطراف والمكونات وانه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف بما فيها الاطراف التي لا تزال تتحفظ على اختيارها تحركة بعض الكتل ضد تكليف الزرفي لا تزال مستمرة حيث كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي ان وفدا من القوى الشيعية سيجري خلال اليومين المقبلين سلسلة من اللقاءات والمباحثات السياسية مع القوى الكردية والسنية لبحث مسألة اسقاط ترشيح عدنان الزرفي الموسوي بين ايضا ان المباحثات ستناقش ايضا تشكيل جبهة معارضة للترشيح واختيار مرشح توافقي ومقبول لدى القوى السياسية يكون بديلا للزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة ويحظى رئيس الوزراء المكلف بدعم قوى سياسية اخرى وعلى رأسها تحالف القوى برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وتحالف النصر بزعمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالاضافة لدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر